الحكومة المكسيكية تستعد لإطلاق برنامج رقمي لمراقبة المواد المستخدمة في صناعة الفينتانيل. هذا المخدر الذي يودي بحياة مئات الآلاف سنوياً، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لمكافحته ووقف الاتجار به. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا عقب مباحثاتها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن. إن المكسيك تعتزم التحكم رقمياً في المواد المستخدمة في صناعة الفينتانيل، بما يقطع الطريق على الجهات والجماعات الإجرامية التي تتاجر في هذا العقار الفتاك. وحسب بيان للخارجية المكسيكية، فقد قدمت بارسينا خلال اجتماعها بنظيرها الأمريكي مشروع نظام حظر المواد المتكامل، الذي يتوخى كسر سلاسل التوريد الخاصة بالعقاقير الإصطناعية. وبحسب الخارجية المكسيكية، رحب بلينكين بالمقترح المكسيكي، مؤكداً أن تحدي مكافحة المخدرات، وبشكل أكثر تحديداً المخدرات الإصطناعية، هو على رأس جدول أعمال الولايات المتحدة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفينتانيل، وهو مادة أفيونية أقوى من الهيروين بأكثر من خمسين مرة، يضي بحياة قرابة مائتي شخص يومياً في الولايات المتحدة.